بسم الله الرحمن الرحيم يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين ونستفتح بالذي هو خير ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أيها الإخوة الكارم ما زالت قراءتنا في ذكر بعض الأحكام المتعلقات بقسمة التركات وقسمة التركات فيها نصوص شرعية تنزيل من عزيز حميد مر بنا بأن الزوج له حالتين حالة نقول له النصف إذا ماتت زوجته وحالة نقول له الربع نقول له النصف إذا لم يكن لها فرع وارث والفرع الوارث هم أولادها أو أولاد بنيها وأما الربع فإذا كان هناك فرع وارث يعني للزوجة أولاد أو أولاد بنين فإن الزوجة يكون له الربع والزوجة لها حالتين حالة نقول لها الربع إذا لم يوجد فرع وارث وحالة نقول لها الثمن إذا وجد فرع وارث وإذا كنا اثنتين اشتركتا في الثمن أو الربع وإذا كنا ثلاث اشتركنا أيضا وإذا كنا أربع اشتركنا أيضا وقلنا بأن الأم أحيانا نقول لها السدس إذا وجد فرع وارث أو جمع من الإخوة ونقول لها الثلث إذا عدم الفرع الوارث والجمع من الإخوة ونقول لها ثلث الباقي إذا كانت المسألة إحدى العمريتين ونقول بأنها يعني ترث ابنها الذي نفي بالإعان ومر بنا بأنها حالة رابعة ثم بعد ذلك أيها الأحباب قلنا إذا توفي محمد وترك بنت واحدة فنقول لها النصف بشرطين أساسيين عدم المعصب وعدم المشارك يعني ما فيه بنت ثانية ولا فيه أخ لهذه البنت توفي محمد وترك بنت اسمها ليلى نقول لها أخوات قالوا لا نقول لها أخوة قالوا لا نقول أعطوا البنت النصف وما بقي فلأولى رجل ذكر هذا كل مر بنا وتوقفنا عنده وناقشناه مناقشة كاملة الآن إذا كان عندنا بنتين فما العمال يعني إذا كان بنت واحدة نقول لها النصف بشرطين أساسيين عدم المعصب وهو أخوها وعدم المشارك وهي أختها ترك محمد بنت اسمها ليلى نقول لها أخوات قالوا لا لا إخوة قالوا لا نقول لها أعطوها النصف الآن إذا عندنا بنتين ما العمال وهو موضوعنا فعندنا ثلاث بنات عندنا أربع عندنا خمس عندنا عشر يعني أكثر من واحدة فنقول إذا كان للميت بنات أكثر من واحدة وليس لهن معصب فإنهن يأخذنا الثلثين يأخذنا الثلثين وأذكر لكم قصة الآن جاءت امرأة سعد بن الربيع وهو من الأعيان والوجهة في المدينة ومن الشخصيات البارزة قالت يا رسول الله إن سعد قد قتل معك شهيدا في أغزوة أحد وإنه ترك مال وترك بنتين تقوله للنبي عليه الصلاة والسلام وأخوه جاء وأخذ المال البنات ما يمكن تزوجن إذا ما عندهم مال وعمهن أخذ المال واضح الآن تصرف سعد رضي الله عنه قالت يا رسول الله إن أخاك سعد قد استشهد معك في أحد في غزوة أحد وغزوة أحد في السنة الثالثة من الهجرة وترك ابنتيني فما كان من أخيه إلا أن جاء وأخذ ما تركه سعد والبنات والبنات يعني تعليل يعني تعلل البنات ما يمكن تزوجن إذا ما عندهم مال فالرجل يعني ينظر المرأة إذا عندها مال قد يكون من المراغبات وإذا ما عندها مال يبحث عن غيرها ولا يمكن زواجهن بغير مال وإن عمهن أخذ المال قال عليه الصلاة والسلام سننظر في الموضوع يعني يأتي الوحي من السماء يأتي التوجيه الرباني ثم أرسل لها النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن نزل الوحي وقال لك الثمن ولبنات سعد الثلثين والباقي لأخيه وانتهت المسألة قال لك الثمن ولبنات سعد الثلثين والباقي لأخيه فأصبح هذا هو المنهج الذي تسير عليه الأمة إلى يوم القيامة فمسألة سعد الآن مسألة سعد فيها الثمن وثلثين وعاصد الثمن للمرأة اللي جاءت للرسول عليه الصلاة والسلام زوجة سعد بن الربيع والثلثين للبنات والباقي للعم نقول المسألة من كم شيخ علي؟ نعم؟ أربع لماذا؟ لأنها ثمن لأنها ثمن وثلثين أقرب عدد في ثمن وثلثين يقول الشيخ علي أربع وعشرين لأن الستة فيها ثلثين والثمانية فيها ثمن والاثنى عشر فيها ربع وثلثين لكن نبحث عن عدد يكون في ثمن وثلثين ومسألة سعد من أربعة وعشرين نقول لأخيه أن نقول لزوجته ثمن كم؟ ثلاثة وللبنات الثلثين ستة عشر وللعام ثلاثة وستة عشر كم؟ تسعة عشر العام كم بقيله؟ خمسة وانتهت المسألة فصار فيها فتح وفرج وبيان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وكان في السابق البنات صغار يعني صغار ولا يحتاج يخدم الماء فالعم يعخذ ما بعيديهن ويدعون فامرأة سعد ذهبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وعرضت عليه الأمر وعللت كهت يا رسول البنات والبنات ما رايح تزوجين إلا إذا عندهم مال وعمهم جاء وخذ اللي هنا ما العمل؟ فقال عليه الصلاة والسلام ننظر ينتظر الوحي من السماء وينتظر التوجيه الرباني فنزلت آية توضح وتبين وتعطين البيان الكافي إذا كان هناك أم وأهل ثلثين وعاصب والعاصب يعخذ الباقي فإن لم يبقى شيء سقط وقد بقي له كما يقول الشيخ علي خمسة نقرأ الآن هذه المسائل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم هنا يعني كتاب الفرايض الكتاب هو الذي يجمع عددا من الفصول والأبواب في موضوع واحد الذين يريثون النصف خمسة الذين يريثون الربع اثنين الذين يريثون الثمن واحد الذين يريثون السدس سبعة الذين يريثون الثلثين أربعة الذين يريثون الثلث ثلاثة فهذه فروض مقدرة موضحة مبينة في كتاب الله عز وجل النصف ونصفه ونصف نصفه والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما السدس وضعفه وضعف ضعفه والثمن وضعفه وضعف ضعفه وعدد الذين يريثون بالفرق عددهم واحد وعشرين النصف لخمسة أربع حريم ورجل واحد البنت وبنت العبن والأخت الشقيقة والأخت لأب والزوج والذين يريثون الربع الزوج الزوجة والذين يريثون الثمن الزوجة الزوجات والذين يريثون الثلث ثلاثة الأم الإخوة لأم الجد في بعض أحواله والذين يريثون الثلثين أربعة البنات وبنات العبن والأخوات الشقائق والأخوات من الأب والذين يرثون السدس سبعة الأب الأم الجد الجدة بنت العبن الأخت من الأب ولد الأم سبعة فالآن البنات يريثنا الثلثين كما في الآية الكريمة وكما حصل في بنات سعد من الربيع حينما جاءت زوجته تذكر قصة بناتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء الوحي من السماء موضحاً ما للبنات وأن فرضهن الثلثين إذا كنا أكثر من واحدة أما إذا كانت واحدة فلها النص والباقي للعصبة وإذا كانت بنت وأخت بنت وأخت فنقول للبنت عن نصف وللأخت الباقي لأنها عصبة مع الغير وإذا قلنا بنت وآخوات فللبنت النصف وللأخوات الباقي لأنهن عصبة مع الغير وإذا قلنا بنت وبنات ابن نقول البنت لها النص وبنات الابن لهن السدس السدس تكملت الثلثين واحدة أو أكثر فصل فعما البنات فلهن الثلثان وإن كثر وإن كثرنا يعني إذا بنت ثلاث أربع عشر لكن إذا كانت واحدة ما لها النص إذا ثمت ثلاث أربع يشتركنا كلهم في الثلثين نعم وللواحدة إذا انفردت النص ما عنده لبنت وحده النص مر بنا أيها الأحباب قبل دخول رمضان في أن سعد رضي الله عنه سعد فاتح القادسية وخال رسول الله صلى الله عليه وسلم مرض في مكة فعاده النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إن عندي مال كثير ولا يرثني إلا بني وحده أريد أن أتصدق بكل مالي فقال عليه الصلاة والسلام لا قال يا رسول الله إذن الثلثين قال لا قال سعد إذن الشطر يعني النص قال لا قال الثلث فقال عليه الصلاة والسلام الثلث والثلث كثير إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس ويقال رضي الله عنه بأنه عاش حتى فتح القادسية وعمر ومات في بستاني أو في قصري في المدينة في العقيق وإن له أكثر من ثمانية أو عسرة أولاد واثنى عشر بنت طزقه الله في آخر أيامه وأرسل زكاة ماله خمسة آلاف أرسلها إلى عبد الملك في الشام زكاة مئتين ألف خمسة آلاف زكاة مئتين ألف أرسلها إلى عبد الملك في الشام لإبراء ذمته نعم لقوله تعالى وإن كنا نساء فوق ثنتين فلهن يعني أكثر يعني ثنتين فأكثر الثنتين والثلاث والأربع والعشر كلهم حكمهم واحد للبنات الثلثين كذلك إذا عندنا خوات نقول لا خوات لهن الثلثين وما بقي لأولى رجل ذكر نعم وإن كنا نساء فوق ثنتين فلهن ثلثة ما ترك وإن كانت واحدة وإن كانت وحدة يعني ما في إلا بنت وحدة لها النصف والباقي لمن البنت الوحدة لها النصف والباقي لمن إذا عنده مثلا أخوات إذا لها أخوات أو أخوات إذا للرجل المتوفى يعني عمات لهذه البنت فهن يسون يكون أخوات الميت لهن الباقي تعصيب فهن عصبة مع الغير لأن العصبة الثلاثة عصبة بالنفس وعصبة بالغير وعصبة مع الغير كذلك يا شخص صديق نعم وحكم البنتين حكم ما زاد عليهما وحكم البنتين حكم الثلاث حكم العشر أكثر أقل مدم ثنتين فأكثر لهن الثلثين وحدة لها النصف ثنتين ثلاث أربع عشر لهن الثلثين نعم لما روى جابر بن عبد الله قال جاءت امرأة سعد بن الرابع ومن أعيان المدينة ومن وجهائها ومن السيد نعم ببنتيها ببنتيها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ببنتيها يعني جاءت مع البنات قلت يا رسول الله هذولي بنات سعد وسعد تعرف أنه سوشيد معك في أحد لأنه سوشيد عدد من الصحابة وسعد عندهم أهل لكن أخوه أخوه جاء عم البنات وقذل هنا طيب البنات هذولي إذا ما عندهم مال ما يجزوجين فأمهلها النبي عليه الصلاة والسلام حتى جاءت الآية وإن كنا نساء فوق اثنتين نعم فقالت يا رسول الله هاتين ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك يوم أحد شهيدا وكان شهيدا رضي الله عنه وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالا ولا ولا ينكحان إلا ولهم يعني ما تزوج الوحد الذي عنده مال لأنه تحتاج الأغراض وتحتاج للوازب من يقوم بقى عمهما أخذ اللي هنا ولا ينكحان إلا بمال نعم قال يقضي الله في ذلك فنزلت آية يقضي الله يعني تريثي حتى يأتي الوحي من السماء فجاء الوحي نزل فيه جبريل في الآية الكريمة وإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما تري فنزلت آية المواريث فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم للعم واستدعاه عليه الصلاة والسلام نعم إلى عمهما فقال أعطي بنتي سعد الثلثين أعطي بنت سعد الثلثين من كل ما ترك ولزوجته وأعطي أمهما يعني أم البنات الثمن لأن الزوجة مرة بنا تأخذ لها حالتين حالة لها الربع إذا ما في فرع وارث وحالة لها الثمن إذا وجد فرع وارث وسعد رضي الله عن عنده فرع وارث وهو البنات فقال أعطي بنات سعد الثلثين وأعطي أمهما الثمن لأنها زوجة ووجد فرع وارث وما بقي فهو لك فيقول الشيخ علي المسألة من 24 قولنا الزوجة لها الثمن الثلاثة والبنات لهن الثلثين 16 والباقي خمسة من 24 تكون للعم لأنه عاصب نعم وعطي أمهما الثمن فما بقي فهو لك رواه أبو داود بنات الابن كبنات الصلب بنات الصلب يعني بنت فلان وبنات الابن يكون الشخص عنده ابن والابن هذا مات وله بنات ما له أولاد الابن إذا الابن هذا عنده ذكور فهم يعصبون أخواتهم لكن الرجل ما له أولاد إلا ولد يعني الكبير الذي توفي هذا ما له إلا ولد واحد توفي قبله وترك هذا الذي توفي بنات فهن نسميهم بنات ابن ما لهن إخوان ولا لهن أعمام لأنه لهن أعمام ما يرثنا لكن ما في أعمام ولا إخوان فبنات الابن نعطيهن الثلثين كبنات الصلب الصلب يعني بنات للإنسان هو وبنات الابن هو جدهن نعم أصل وبنات الابن كبنات الصلب سواع إن لم يكن للميت ولد من صلبه للواحدة النص بنت ابن وحده نقول لها النص بنتين ابن نقول لها الثلثين ثلاث أربع عشر عشر لين الثلثين وهكذا نعم وإن كان لولد يعني وإن كان من ولد الصلب بنت واحدة يعني بنت للشخص وهي من صلبه نقول البنت هذه لها النص طيب وأولاد الابن أولاد الابن إذا كان عندهم ذكر فهم يعخذون الباقي بالتعصيب وإذا ما فيه ذكر فالإناث اللي بنات بنات الابن يعخذنا السودوس تكميلة الثلثين يقول الفقه السودوس تكميلة الثلثين نعم ولبنات الابن واحدة كانت أو أكثر السودوس تكميلة الثلثين يعني بنت ابن بنتين ابن ثلاث عشر البنت البنت اللي من صلبه تاخذ النص وبنات الابن يعني تكون عمة البنات الابن وبنات الابن يعخذنا الباقي يعخذنا السودوس تكميلة الثلثين وإن كان عنده أخت يعني للميت بنت من يعني أو بنت أخت له أخت له فلبنته النص ولأخته الباقي تعصيبا وتسمى عصبة عصبة مع الغير لأن العصبة عصبة بالنفس وعصبة بالغير وعصبة مع الغير نعم لأن الله تعالى لم يفرض للبنات إلا الثلثين وهؤلاء بنات وقد سبقت بنت الصلب فأخذت النص لأنها أعلى درجة منهن فكان الباقي لهن السودوس ولهذا يسميه الفقهاء تكملة الثلثين لنصف سودوس يعني عبارة ثلثين فنقول البنت اللي من الصلب لها النص والبنت اللي من الابن لها السودوس تكملة الثلثين إذا كان بنت الابن لا أخوات يشترك نفس السودوس واحدة ست سبع إلى آخر نعم وقد روى الهزيل قال سئل أبو موسى عن بنت وابنت ابن أبو موسى وعن نعم وأخت فقال للبنت النص وللأخت النص وقت ابن مسعود فاسعل ابن مسعود وأخبر بقولي قال لهم روح واسألوا اسألوا عبدالله بن مسعود الهدلي لأنه قد يكون أدرى مني وأعلم هو سوئل عن مسألة وأجاب وبعدين قال روحوا لعبدالله بن مسعود قال لي أجاب عبدالله بن مسعود ما اقتنع به قال أعيد الكلام يا بني وقد روى لهزيل قال سئل أبو موسى عن بنت وبنت ابن وأخت وبنت ابن وأخت نعم فقال للبنت النص وللأخت النص وقت ابن مسعود قال البنت لها النص والأخت لها النص واذهبوا لعبدالله بن مسعود عرضوا عليها الأمور لما عرضوا عليه قال لا المسألة هذه خطأ البنت لها النص وبنت العبل لها السدس تكملة الثلثين والأخت لها الباقي تعصيب فعبدالله بن مسعود أجاب بخلاف جواب أبي موسى رضي الله عن صحابة رسول الله جميعا أعد السؤال مرحب وأخبر بقول أبي موسى فقال سئل أبو موسى أبو موسى عن بنت وبنت ابن وأخت يعني المسألة قالوا فيه مسألة بنت وبنت ابن وأخت فقال أبو موسى البنت لها النص والأخت لها النص ورحوا ويسألوا عبدالله بن مسعود راحوا وقالوا لعبدالله بن مسعود أننا سألنا أبو موسى وقال كذا وكذا قال له هذا الكلام مبصحي البنت لها النص وبنت العبن لها السدس والأخت لها الباقي تعصيب نعم فقال للبنت النص وللأخت النص وأتي بن مسعود هذا جواب أبو موسى رضيه واتوا يعني روحوا العبدالله بن مسعود يسأله نعم فسأل بن مسعود فأقبر بقولي أبي موسى فقال لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين يعني أخطأت ثم قال أقضي فيها بما أقضي فيها يعني أبين وأوضح بما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فنجد أن أبو موسى رضي الله عنه أسقط الآن بنت الإبن وأعطى الأخت بينما بنت الإبن أقرب من الأخت بينما عبدالله بن مسعود ورث البنت النصف وورث بنت الإبن السدس وأعطى للأخت ما بقي وهو الثلث لأن الثلث السدس نصف والبنت لها نصف ذلك كامل نعم أقضي فيها بما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم للبنت النصف ولبنت الإبن السدس تكملت الثلثين وما بقي وما بقي فللأخت الأخت فأتي يا أبو خبروه ذهبوا إلى أبي موسى رضي الله عنه وقالوا ذهبنا إلى عبدالله بن مسعود الهذلي وعرضنا عليه كلامك قال لا هذا غير صحيح وإنما أعطوا البنت النصف وأعطوا بنت الإبن السدس تكملت الثلثين وأعطوا الأخت بقي تعصيبه يبي خبرون أبو موسى بالحكم الذي حكم به عبدالله بن مسعود نعم فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال لا تسألوني ماذا الحبر الحبر هو العالم الكبير الذي لديه علم ومعرفة وكان كل واحد يقدر الآخر ويرى له مكان لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم مدام عندكم عبدالله بن مسعود ليه تجوا اللمين هذاك أدرى وأعلم وأتم نعم لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم فقال لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم رواه البخاري وما رواه البخاري هو أصح شيء بعد كتاب الله عز وجل رواه أحمد والبخاري فصل وللأخت للأبوين النصف عندنا ما في بنات ولا بنات إبن عندنا أخت نقول الأخت لها النصف إذا كان أختين الأختين لهنا النصف إذا كان عندنا أخت شقيقة نقول لها النصف وإذا كان عندنا أخت لأب نقول لها السودة استكملة الثلثين وهكذا نعم فصل وللأخت لأبوين النصف ولبنتين فصاعد الثلثان لقوله تعالى وإن مرء هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت أثنتين فلهم الثلثان ما ترك نعم وحكم الأخوات من الأبي إذا انفردنا يعني ما في عندنا شقيقة عندنا أختين أخت من الأب نقول لها النصف أختين من الأب نقول لهم الثلثين إذا ما فيها شقيقة نعم وحكم الأخوات من الأبي إذا انفردنا حكم الأخوات من الأبوين سوا لدخولهن في لفظ الآية وإن اجتمع الأخوات من الجهتين يعني خوات أشقة وخوات من الأب ما الحكم نعطي الأخوات إذا كمجموعة الشقيقات نعطينا الثلثين والأخوات من الأب يسقطن إذا عندنا وحدة وشقيقة والباقي من الأب نقول الشقيقة لها النص والباقي واللي من الأب لها النسودس وإن اجتمع الأخوات من الجهتين فحكم ولد الأبي مع ولد الأبوين وحكم بنات الإبن مع بنات الصلب صواء لأنهن في معناهن وإن اجتمع الأخوات مع البنات صار الأخوات عصبة وإذا اجتمع أخوات مع البنات فالأخوات يكون عصبة وهذا من العصبة مع الغير لأن العصب قلنا عصب بالنفس وعصب بالغير وعصب مع الغير فإذا عندنا أخوات نقول الأخوات لهن الأخت الواحدة لها النص والأخوات لهن الباقي تعصيب العختين لهن الثلثين والأخوات لهن الباقي تعصيب هكذا فإذا اجتمع أخوات مع البنات فالبنات يأخذنا فرضهن وما بقي للأخوات من الأب لأنهن عصبة مع الغير صار الأخوات عصبة لهن ما فضل وليس لهن معهن فريضة مسمى لقوله تعالى إن امر أنها لك ليس له ولد وله أخت فلها نص ما ترك فلها النص فالأخت نعم فشرط في فرضهن عدم الولد عنده ولد الأخت ما تأخذ والولد يطلق على الذكر والأنثى الولد يطلق على الذكر والأنثى فإذا عندنا ذكر فالأخت أصلا ما ترث وإذا عندنا أنثى فالأخت فالبنت يكون لها النص والأخت لها الباقي الآن رجل عنده أخوات وعنده أولاد إذا كان ولد ذكر نقول الأخوات ليس لهن من الميراث شيء إذا الأولاد إناث فنقول البنات لهن الثلثين وما بقي للأخوات لتعصيب لأنهن عصبة مع الغير إذا واحدة أخت بنت لها النص وما بقي لعماتها يعني أخوات أبيها لأنهن عصبة مع الغير فشرط في فرضهن عدم الولد فاقتدع ألا يفرض لها ما وجوده ولما ذكرنا من حديث الحزين فصل فأما ولد الأم ولد الأم ما معنى ولد الأم؟ يعني أخ من الأم أبوه غير أبو الميت الميت أبوه سعد وأولد الأم أبوه محمد فإما أن يكون أبو سعد طلقها قبل وتزوجت وأنجبت ولدا من الرجل الثاني فيعتبر أخ من الأم لأنه ليس شقيقا وليس أخا من الأب يرث بالتعصيب وإنما أخ من الأم وقد يكون كل واحد من قبيلة قلنا في السابق لما كنا في الصحة قلنا أخوان لكن هذا أبوه من عبس وذاك من ذبيان هذا أبوه من عدنان وهذا من قحطان هذا من جهينة وهذا من بلي وهكذا يعني كل واحد له أب يختلف أمهم واحدة لكن الأب يختلف فأما ولد الأم فلواحدهم السدس إذا كان واحد ولد أم يعني أبوه غير أبو الميت لكن أمهم واحدة فإذا كان واحد يأخذ السدس إذا أثنين يأخذون الثلث إذا ثلاث أو لعشرة يأخذون الثلث ما في فرق يأخذونها فيما بينهم إذا واحد يأخذ السدس وإذا أثنين يأخذون الثلث وإذا أكثر من الثلث كذلك يأخذون الثلث ما في زيادة ومر بنا المسألة فالإخوة من الأم اللي قالوا اجعل أبانا حجراً في اليم ففي مسألة يعني امرأة توفيت عن زوج وجدة وإخوة لأم وإخوتنا الشقة أنا أعيد مرة ثانية عشان تتبهوا الله أركانها أربعة وتسمى اليمية أو الحمارية أو المنبرية أو المشركة أو المشركة كلها أسمى لمسمى واحد وأركانها أربعة زوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقة جاءوا إلى عمر رضي الله عنه وقالوا مسألتنا هكذا توفي فلان وترك زوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقة وهم إخوانهم يعني أخ لهم من الأم فقال رضي الله عنه الأم لها الأم لها السدس والزوج له النص والإخوة من الأم لهم والثلث هذا الأهل الفروض طيب والإخوة لشقة قالوا ما بقى شيء مني نجيب ما بقى شيء خلصه قالوا طيب أنت عطيت هذولا هذولا إخوتنا قالوا ما يخال بس هذولا هالفرض وأنتم هالتعصيب ولم يعطهم شيء في العام القادم جوه على المنبر يخطب عمر رضي الله عنه قالوا اجعل أبانا حجرا في اليم يعني أبونا كانوا حجر عقوا في بحر ارموا في البحر أبونا هذا ما نبيه هؤلاء ورثتهم لأن أمهم زينب هي أمنا لأن أمهم داعد هي أمنا لكن حنا عندنا زيادة أب الأب هذا أبعدوا عنه يجعل أبانا حجرا في اليم وفي رواية هب أن أبانا حمارا هب أن أبانا حمارا فنظر وشاور بعض الصحابة فأشاروا عليه بأن يشركهم يعني كلهم يشتركون ولا فرق بين ذكرهم وأنثاهم ولا فرق بين الشقيق والأخ من الأم واللعلماء في هذه رأي الحنابلة والأحناف يقولون الثلث للإخوة لأم فقط أما الإخوة الأشقة فهم أهل تعصيب ولم يبق لهم شيء وأما المالكية والشافعية فقالوا نشرك بينهم وهو ما ذهب إليه عمر أخيرا فقالوا إنك حكمت عام أول قال نعم ذاك ما حكمنا به وهذا ما نحكم به فشركهم فتسمى المشركة والمشركة واليمية والحمارية والمنبرية كل اسم بسبب شيء المنبرية لأنه مجهوه على المنبر والحمارية قالوا هب أن أبانا حجراً والحجرية هب أن أبانا حجراً في اليمي والحمارية هب أن أبانا حماراً فأمنا وحده فشركهم وبذلك انتهى فأما ولد الأم فلواحدهم السدس ذكراً كانا أو أنثى والاثنين السدسان فإن كثر والاثنين عيال الأم والاثنين السدسان والسدسان مجموعهما ثلث سدس زائد سدس تساوي ثلث نعم فهم شركاء في الثلث لقوله تعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث يعني ولد الأم بإجماع ولد الأم يعني لخوة من الأم يعني ولد الأم بإجماع أهل العلم وفي قراءة عبد الله وسعد وله أخ أو أخت من الأم نكتفي بهذا أيها الأحباب على أن نكمل هذه المسائل إن شاء الله في درسنا في يوم غد مع المعلم بأن يعني درسنا يوم الاثنين دائما في فقه المواريث لكن هذا الآن يعني قرأناه في كتاب الكافي لابن قدامة وحددنا يوم الاثنين من كل أسبوع لدراسة علم المواريث في كتاب عدة الباحث فموضوعنا الآن سواء كان في المغن في الكافي وهو هذا الكتاب أو عدة الباحث يعني نكمل ما ذكره أهل العلم في هذا المجال لأننا قلنا هذا الكتاب هو لابن قدامة وقد ألف رحمه الله أربعة كتب في الفقه الأول العمدة للطلبة المبتدئين والثاني المقنع لمن قطع شوطا في طلب العلم والثالث الكافي الذي بأيدينا الآن والرابع المغني وهو من أوسع الكتب في فقه الحنابلة وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم شكرا